موسيقى السلام عليكم حبايبي وحلوين معنا كمان درس لصف الخامس اليوم مع طرح الاعداد العشرية بالطريقة العمودية معكم الأستاذ حسن أيوب إن شاء الله بتستفيدوا من الدرس شو نتعلم اليوم نمر مراجعة موضوع جمع الاعداد العشرية طبعا بالطريقة العمودية راح يكون عنا سؤال افتتاحية للدرس طرح أعداد عشرية طبعا مع الفرط إجمال مجاز للدرس بتمنى إنكم تستفيدوا شو مطلوب مننا شو بتكون تجهزوا باش مطلوب منكم كثير بدنا دفتر وألم وممكن نستعمل الألوان نبلش درسنا نبلش بسؤال أو مسألة ذهب سعيد إلى الدكان لشراء كيس حليب وبيض سعر كيس الحليب خمسة شكل ونصف وعلبة البيض اتناشر شكل وسبعين أقورة أو سبعة عشر كم دفع سعيد مقابل كيس الحليب المطلوب منكم أستاذ تحلوا التمرين بالطريقة العمودية كيف أنتوا ذكرتوا وطبعا معاكم ثلاث دقائق للحل ومنرجع ونشوف مع بعض منحل السؤال وبتقارنوا إجابتكم معنا اتفضل حبايبي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 كيف ممكن نحل تمرين او مسألة احنا ما موضوعنا المسائل هنا عارفين انه انه من المسألة الكلامية عندي بدج مع سعر كيس الحليب مع سعر البيت البيض استاذ اذا بنفهم احنا الاشياء الاساسية في عملية جمع العمودي للأعداد الصحيحة ما بتفرق بالمرة عن الأعداد العشرية شغلة مهمة جدا لازم احنا دائما ننتبه له هو عملية الترتيب المنزلي تحت المنزلي والنقطة العشرية تحت النقطة العشرية وهيك بسهل علينا كل اشي ممكن نسويه في الطريقة العمودي اذا كان جمع او طرح اذا عندي الترتيب مهم جدا اذا تلاهضوا النقطة العشرية تحت النقطة العشرية وهون مهم جدا انا بحكي النقطة العشرية في البداية انه تحت النقطة العشرية فهي الترتيب تبعي بد يكون من النقطة العشرية يعني بسفت النقطة العشرية تحت النقطة العشرية وبعدين بكتب باقي المنازل باتطرق للأشار أو إذا أجزاء المئة أو أجزاء من ألف وبعدين بروح على الأعداد الصيحة إذن مهم جدا أني أبلش من الترتيب من النقطة العشرية إذن حطيت 12 نقطة 17 زائد 5 و 15 ومهم جدا في الطريقة العمودية في الجمع العمودية ببلش من المنزل الصغير إيش أصغر المنزلي عندي هنا؟ صحيح منزلة الأشار إذن ببلش من 17 زائد 15 اللي جاء بـ 12 طبعا هنا في عندي رفع باليد فارفع باليد الواحد اللي صارت 11-10 اللي تساوي 1 صحيح إذن هي في منزلة الأحاد صارت بصل لنقطة العشرية أستاذ في بعض المعلمين إنه بيعملوا كل الأرقام بعدها بنزل نقطة العشرية أنا شخصيا بفضل إنه اللي من ببلش بالطريقة العمودية بس أصل لنقطة العشرية بتعامل معها وبنزلها في المكان المناسب إذن جماعة 7-10 زائد 15 اللي جاء بـ 2 في الأشار واحد في منزلة الأحاد رفعته في الواحد أو في الواحد أو في اثنين وهيك بجمع 1 زائد 2 3 زائد 5 في 8 طبعا بعد ما نزلت النقطة العشرية إذن عندي ثمانية والواحد الإيجابة عندي هون 18 و 20 الإيجابة 18 شكل و 20 أقورة إحنا بنعرف إنه 20 أقورة بلغة النقود طيب السؤال هو شو الباقي الذي سيحصل عليه سعيد إذا علمت أن مع سعيد ورقة 50 شاكل إذن بدي يدفع للبائع 50 وبدنا نعرف شو بدي يرجع له الباقي طيب بعد ما دفع سعيد المقابل 18 شكل و 20 أقورة شو الباقي اللي بدي يحصل عليه السعيد تبطيكوا بس دقيقة يتحاولوا تحلوه ومنرجع منحلوه مع بعض تضرح باقي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وصفر هذا ما بغير من قيمة العدد ليش أنا حطيتها؟ لأنه عندي أنا عم بطرح من الخمسين عم بطرح منها 18 و 20 أقورة إذا عندي فيه منزلي ناقصة لازم أزيدها وعندي إذا المنزلي فارغة في الرياضيات طبعا هي موجودة دائما على اليمين أو على اليسار نظر نحط بداخلها سفر إذا هنا عندي أعشار فإذا هنا منزلة الأعشار هي سفر ودائما منبلش منين؟ منبلش من المنزلي الصغيري من الطرح إذا سفر ناقص 2 لا يجوز فإذا بدي يكون عندي فرط بدروح أفرط من المنزل المجاوري هي الأحد ما في عندي بالأحد كمان عندي سفر فبفرط من العشرات العشرات باخذ منها عشرة اللي هي واحد من هون من المنزلي بيظل عندي أربع عشرات الواحد عشرات باخذها على منزلة الأحد دغري بتصير عشرة إذا عندي عشرة أحد باخذ من العشرة واحد اللي هي واحد أحد طبعا بيظل عندي تسعة وشو بيصير عندي بالأعشر؟ الواحد صحيح بالأعشر هو عشرة أعشر إذا عندي بيصير هون عشرة عشرة ناقص اثنين إيجابية ثماني ممتاز كيف معوتكو؟ إنه دائما بس أصل النقطة العشرية دغري بنزلها في معالمين اللي بتفضل أو طلاب اللي بتفضل بعد ما أخلص كل الأرقام باجي بنزل النقطة العشرية أنا بفضل شخصيا بس أصل حسب الترتيب أصل النقطة العشرية دغري بنزلها تسعة ناقص ثماني إيجابية واحد وأربع عشر أربع عشرات أسف ناقص واحد عشرات جواب عندي ثلاث عشرة إذن اللي بدي حصل عليه سعيد الباخر بدي حصل عليه سعيد هو واحد وثلاثين شكل وثمانية عشر واللي هي ثمانين أقورة طبعا نكمل كتبت المعلمة التمرين التالي على اللوح ثلاثة وأربع عشر يا آسف خمسة وخمسة عشر ناقص ثلاثة وأربع عشر ثم طلبت من الطلاب حل التمرين عرضت المعلمة طريقة حل كل من صمير والصمر على اللوح هن رح نفرجيكوا ساد إنه عنا في عدة طرق حتى في الأعداد العشرية للحل ما في تحديد لأي طريقة أنت ممكن تستعملها بس الذكروا دائما في الرياضيات مهم جدا إذا أنا باخد تمرين أحلوا بالطريقة بش بس اللي أنا بستسهلها إنما هي تكون أسرع للحل هات نشوف حل صمير وصمر إذا بتلاحظوا صمير الطرق لطريقة أنه يرجع للآشار عشرة عشار هي تساوي واحد صحيح فأخذ إنه عنده كل الخمسة وخمسة آشار حولها كل ياتها من ناحية بالكلمات لخمسة وخمسين عشرا والثلاثة واربع عشرا هي عبارة عن أربعة وثلاثين عشر وطرح الخمسة وخمسين عشور من الأربعة وثلاثين عشور النتيجة عنده واحد وعشرين عشور ثم رجحها للأعداد الصحيحة والآشار واللي هي تساوي اثنين فاصلة واحد الطريقة العمودية لسه تعلمناها صمر استعملتها خمسة وخمسة عشار رتبتها بشكل عمودي وطرحت حصلت على نفس الإيجابة الإيجابة حصلة عليها اثنين صمير وصمر هي إيجابة صحيحة ومية في المية ما بنقدر نقول عنها ولا أي واحد منهن إنها خطأ هون حر الاستعمال إحنا في الطريقة بس هل صمير ممكن يستعمل لهاي كمان هاي الطريقة في أرقام أكبر بنشوف إذا هاي الطريقة ممكن تكون أفضل من طريقة العمودية طيب الاستنتاج تابعنا يمكن طرح أعداد عشرية بعدة طرق وطبعا في عنا الطريقة اللي ممكن أحول لك كسور عادية أنتو بتعرفوها وتعلمتوها أحول لك كسور عادية ومن ثم من كسور عادية أساوي عملية الطريقة وبعدين أحول طريقة كل هاي الطرق هي طرق صحيحة بس من ناحية سرعة هي أقل سرعة ومن ناحية إنه إذا لأرقام أكبر رح نواجه مشكلة بش مشكلة بناشي نقول مشكلة رح نواجه صعوبة معينة في تحويل كل مرة كل كسر أخذوا واختروا فمن شان هيك الطريقة الأسهل هي استعمال الطريقة العمودية بناشي نقول أسهل ممكن أشخاص يستعملوا يكون استعمال وتحويل لها الكسور العادية أسهل بس إذا أنا بتعود على الطريقة العمودية رح تكون هي أسهل وأسرع مهم جدا أنه نتذكر أنه كتابة التمرين بالطريقة العمودية تكون شايفين كيف كاتبين أنه بالنقطة العشرية يكون تحت النقطة العشرية وبعدين الأعداد الصحيحة تحت الأعداد الصحيحة طبعا منع محافظة على المنازل بش كل الأعداد الصحيح بدها تكون حسب المنازل طبعا أحد تحت الأحد العشرات تحت العشرات والمئات تحت المئات وبعدين الأعشر تحت الأعشر وأجزاء المئات تحت أجزاء المئات بالترتيب بد يكون من على يمين وعلى يصار النقطة العشرية طيب عنا هنا تمرين مهم جدا استعمال التقدير في تمرين طرح الأعداد العشرية لفحص أنفسنا إذا كان عنا الإيجابة صحيحة أم خطأ في بعض طلاب اللي ممكن يكون عندهم استعجال وهم مستعجلين في حل المسألة يكون تظهر عندهم أعداد اللي هي غير منطقية للتمرين منشان هيك مهم جدا إحنا نعرف القدر كمان عنشان نفحص أنفسنا في كل تمرين إحنا منحله معاكم دقيقة قدروا شو الإيجابة اللي ممكن تكون هنا بكل تمرين من ثلاث تمرين المعطاة عندكم فضلوا أباك بي ترجمة نانسي قنقر طيب حبايبي كيف ما حكينا مهم جدا التقدير في كل تمرين كل تمرين أنت بتأخذه وحاول قدر الإيجابة بتاعته حسب التمرين الموطن يعني 11.5 نائس 8.5 مستحيل لو أجيه يطلع عندي الجواب بالمئات مثلا أو يطلع عندي الجواب بالآلاف فهون لازم يكون عندي تقدير صحيح بهذا التمرين الجواب بالتقريب هو هو طلع هون عندي تقريبا صحيح يعني الثلاثة بس هنا بنقدر أخرى التقدير يكون عندنا الإجابة الصحيحة كمان بش غلط إذا بتلاحظوا هنا 38 نائس 19 تقريبا الإجابة 19 بش معقول تكون من فؤية المية مثلا أو أقل من واحد صحيح 207 نائس 158 بالتقريب عندي تقريبا الإجابة هي 50 إذا مهم جدا أنت في كل تمرين أعضي التقدير للإجابة تاتك وكبير تفحص النتيجة اللي بتحصل عليها عنا تمرين آخر معاك بس ملائمة إيش اللومين تابعه كمان عندي صورة معينة للتخضير فضل أحبابي ثلاث تمرين في عنكو الفرق بين 17 و 18 وين بد يكون بين 18 19 و 16 و 17 و 17 و 18 ثلاث ثمارين الموجودين عندكو تضرح بايبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر طيب حبايبي نطلع التمرين الأول 95.13 ناقص 78.21 جزء بالمئة الإيجابة هي بدأت تكون تقريبا بين الفرق بين 17 وال18 نطلع التمرين الآخر 54.75 وأيضا نقرأها 54.75 جزء بالمئة إذن 54.75 جزء بالمئة ناقص 35.87 جزء بالمئة الإيجابة هي أو الفرق بين هذول العددين هو بين 19 وال18 والإيجابة الأخيرة هي الفرق بينها أنه بيجي بين 16 وال17 بتمنى أنكم كمان هنا قدرتوا تقدروا الإيجابة وين ممكن تكون أو الفرق بين الأعداد وين موجود بين أي جملة لأي تمرين مناسب لإله نكمل التمرين تعلم ونفكر ونتمتع فيهن عندي أراضة كل من هذير وهذير وهذير شراء هذية لندى بمناسبة عيد ميلادها ثمن الهدايا كالتالي ثمن الهدية تاعة هذير 123 شكل و 72 أقورة و 72 جزء بالمئة من الشكل وهذير الثمن الهدية تاعتها 132 و 27 جزء بالمئة من الشكل طبعاً نقدر نقول لهم 27 أقورة بدون الحساب حاولوا إنكم مين من بين هذير وهذير تحصل على باقي أكثر إذا علمتهم أن كل واحد منهما أعطت برقة المئتين شكل للباع طبعاً هون بدون حساب أنا ما بتنطيكوا الوقت هنا بدون حساب طبعاً هون إذا بتلاحظوا إنه إذا بعرف مين من الأكبر من بين 132 و من بين 123 أنا بعرف مين الباقي اللي عنده الهدية تاعته أقل كيف أنتم ملاحظين إنه هذير سعر الهدية تاعتها أقل فهي راح تحصل على الباقي الأكثر من الباقي فإنشان هيك إحنا بنطلع بدلا نعرف قديش بالزبط هو الباقي إذا نطلع هذير عندنا 200 شكل ناقص 123 و 72 أقورا كيف مع تعودنا الترتيب الموجود هذا مجبورين فيه وملزمين فيه إذا نطلع منين ما نبلش في تمرين الطرح دائماً من المنزل الصغيري بأجزاء المئة منبلش من عند هذير بما إنه 0-2 هي لا يجوز فبننا نفرق من روح منزلي 0-0-0 تنوصل منزلة المئات المئات تشير مية نأخذ المية هي عبارة عن عشر عشرات فمنحط واحد بصير عندي في منزلة العشرات عشرة نأخذ منها واحد ونفرطها لمنزلة الآحاب بصير عندي منزلة الأحد عشرة ومنزلة العشرات عندي تسعة كما بنأخذ واحد من منزلة الأحد بصير عندي تسعة ننقلها منزلة الأشر بصير عندي عشر عشر وكذلك الأجزاء المئة العشر بصير تسعة عشر والأجزاء المئة بصير عشر أجزاء من مئة عشر أجزاء من مئة ناقص اثنين لجابة تمانية تسعة ناقص سبعة اثنين هون لازم تنزل نقطة العشرية بس إحنا كما ننزلنا نقطة العشرية لازم ننزل نقطة عشرية تسعة نائس ثلاثي ستي تسعة نائس اثنين سبعة واحد نائس واحد سفر فهدير حصلت على الباقي ستة وسبعين وثمان وعشرين قورة كذلك الأمر منروح الهديل عندنا نفس الطريقة الاستقراض اللي كانت عند هدير عشر نائس سبعة ثلاثي نطرح نقطة العشرية بتنزل فبكون عندي سبعة وستين اذا هدير حصلت باقي سبعة وستين وثلاثي سبعين جزء بالمئة اذا مين حصل على الباقي الاقدر اذا هدير ثلاث دائق انسخوا هاي التمرين اللي موجود عندكم رتبوها بشكل عمودي وحاولوا حلوها منرجع من حلين مع بعض تفضلها بايبي اشتركوا في القناة 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 عندي هون الاشار تحت الاشار. نقطة العشرية تحت النقطة العشرية. اما نبلش طرح. هون عندي اربعة ناقس اثنين. ايجابي اثنين. نقطة العشرية بتنزل. ستة ناقس. اذا ايجابي اربعة وعشرين. ننتقل له التمرين الثاني. اربعين وثمان عشر. ناقص تسعة وثمانة اجزاء بالمئة. انتبهوا لهذا التمرين. انا مهم عندي. بش الارقام تكون تحت بعضها. انما النقطة العشرية تحت النقطة العشرية. ولكن اذا عندي فراغات معينة وبدك تريح حالك نكون كلياتها ارقام. نزيد عنا اه دائما اصفار. اذا عندي سفر حطيته باجزاء المئة. سفر ناقص ثماني لا يجوز. انا باخذ مني الاعشار عشرة اجزاء من مئة. وبتصير عندي ببقى عندي سبعة اعشار عشرة ناقص ثماني اثنين. سبعة ناقص سبعة. نقطة العشرية بتنزل. كمان نفس الشيء عندي هون سفر لا يجوز. بس تغرب او بنفرط من العشرات. بسي عندي ثلاث عشرات. عشر احد ناقص تسعة احد. الاجابة واحد. والثلاثة بتنزل. الاجابة واحد وثلاثين واثنين وسبعين جزء مئة. الاجابة السؤال الرابع. طبعا هنا ضفتي الاصفار الاثنين. تسعة ناقص سفر. تسعة اربعة ناقص سفر. اربعة اثنين ناقص واحد. واحد النقطة العشرية. ونلازم ننزل نقطة العشرية بالاول. بعدين ننتقل على عملية الفرط. رتاعة الخمسة ناقص السبعة لا يجوز. بسي عندي خمستاش ناقص سبعة. ثماني وسبعة ستة. ثمنطاش. ثمنطاش ومية وتسعة واربين جزء من الف. من تلال التمريني الاخير. خمسمية وسبعة وثمانين. اذا بتطلع خمسمية وسبعة وثمانين. كل عدد صحيح النقطة العشرية بتيجي بجوار منزلة الاحد. ممكن اضيف انا النقطة العشرية. واضيف في منزلة العشار او اجزاء المياه. احط اصفار. ما بيتغير من قيمة العدد. استقرار او فرط. عشرة ناقص تسعة. الاجابة واحد. نقطة العشرية. اسف نقطة العشرية. ستاش نائس ثماني. الاجابة ثماني. سبعة نائس سفر. سبعة. وخمسي نائس اربعة واحد. اذا الاجابة مية وثمانة وسبعين وعشر. يمكن طرح اعداد العشرية بعدة طرق. لكن كلما كانت الاعداد اكبر الطريقة الاسهل للحال. هي طريقة العمودية. وهذا اللي حكيناه في بداية درسنا. واذا بتتذكروا صمير وصمر. اثنين استعملوا نفس طريقة صحيحة. ولكن الاسهل هون بيان عندي لمن انا بستعمل ارقام او اعداد اكبر او والعدد صغير. اذا نقوم بكتابة التمرين بالطريقة العمودية. كالتالي الوها. صدر الحرائب. اشتركوا في القناة طيب حبايبي اه تعودوا دايما في تمرين الطرح بالعدد العشرية حاولوا اه اتقدروا شو الاجابة تاعتكو وهيك ممكن تفحصوا اجاباتكو اذا كانت صحيحة ام غير صحيحة استعملوا كمان مرة بذكركم انه يكون الترتيب العمودي ننبيه النقطة العشرية تحتلوا النقطة العشرية وباقي المنازل تحتيب بعضها بالطريقة الصحيحة ونحافظ هذا الاشي واكيد ما راح يكون عندكو اخطى ان شاء الله. بتمنى انكو استفدتوا من هذا الدرس ويعطيكو الف عافي وعلى امل اللقاء معاكو الاستاذ حسن ايوب بتمنى انكو تكونوا بخير وسلامة وعلى امل اللقاء وفي دروس جديدي يعطيكو الف عافي وإلى اللقاء. اشتركوا في القناة